أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن عادل قبل برضو منروح لمنتخابنا الوطني الحقيقة النهاردة لفت نظري حاجات كتيرة جداً بتحصل في النادي الأهلي وغالباً ما بنشوفهاش كتير يعني في حتة تانية بمعنى إن أنا شفت مثلاً كابتن حسن حمدي الرئيس واحد من رؤساء التاريخيين لنادي الأهلي قاعد جنب الكابتن خطيب ومتواجد يعني الحاجات دي صعب إن احنا نشوفها برضو لا النادي الأهلي بالصعب طول عمرها كده كابتن طبعاً ده هنوري حضراتكم دلوقتي يعني احتفال كابتن حسن حمدي بوجود مؤمن زكريا أحد نجوم كرة القدم المصرية وأحد نجوم النادي الأهلي مع كابتن حسن وكابتن شبير موجود والحاجة مال الجرحي الجميع الحقيقة كابتن أسامة حسني أستاذ طارق أنديل وكابتن محمود الخطيب طبعاً والأستاذ العمري فاروق والأستاذ خالد مرتاجي والأستاذ محمد سراج والأستاذ محمد الجرحي لكل الحقيقة متواجد لتهنئة الكابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين حاجات جميلة جداً برضو يا كابتن عادل وأخلاق وقيم ومبادئ النادي الأهلي بنشوفها في صورة وده اللي أنا بقوله يا كابتن العيلة أهلة النادي الأهلي وكابتن حسن حمدي مع الكابتن الخطيب لما يروح بيدي رسالة للعيبة بيديهم رسالة قوية جداً أنا جاي وأنا متطمن على الرغم أنتم بتلاعبوا فرقة كبيرة جداً ومع ذلك ثقاتنا في الله ثم فيكم ليس لها حدود مزبوط دي رسالة يعني ولا ميت مدير فني ولا دكتور نفساني يقدر يوصلها يعني زيارة الكابتن حسن مع الكابتن الخطيب أني بروح وأنا بلاعب تيب كبير وعندي 15 لاعب مش موجودين معايا ما بين إصابات ما بين منتخب دي رسالة يعني على مدى التاريخ كل يوم الناد الأهلي بيبعث رسائل للنشأ أننا ما فيش حدود بيني وبين أي حد إلا أننا أنا بشتغل علبي صح بشتغل تربوي صح أنا وطني أنا راجل بشتغل فني على أعلى مستوى ما بيهمنيش الكلام اللي بتقال منه وورا ظهري لأن أنا عندي رسالة بقى ديها الرسالة اللي أنا بقى ديها العمال بقى يخبط هو بيخبط في حاجة أنا ماشي صاروخ وهو عمال ماشي بقى بأي حاجة تانية بعجلة أننا أنا شوف الأرقام والبطولات للنادي الأهلي واخدها وقرنها بأي حد في الدول العربية أو في أفريقيا حاجة مختلفة خارس كنادي أهلي النهاردة نادل سبع مرات بيوصل لكاس عالم النهاردة ضرب الرقم القياسي الأوكلا عدد المباراة خمستاشر النهاردة بقينا ستاشر الماتش الجاي سبعة عشر إيب إحنا عدناهم بماتشين فدي كلها رسائل إن أنا اقول اللي أنت عايزه بس أنا ناشي في الطريق بتاعي السريع